هذا الواد كان سبباً في اشتياح الفيضانات الأخيرة بمدينة عين السفراء مخلفاً خسائر مادية معتبرة كما احنا عنا موال في الواد من يحمل؟ جعلنا الماء والطين هذا ما كان بالصحة الخطرة جاءتنا الرملة نتمنى من التقنيين الاختصاصيين يجوا يديروا اختصاص معمق وعامق خسرنا عدنا اشكال سعال الواد رايزي السبب تلت ويدان واد المويلح واد البرج واد عين السفراء وعلى هذا وقفت لجنة وزارية متخصصة رفيعة المستوى لجمع المعلومات ووضع دراسات معمقة تسهم في ايجاد حلول جدرية للوقاية من الفيضانات روح المرحلة اخرى تعد دراسة معمقة لان هذا الواد يرجع في الحقل سنوات وقرون يعني دورياً بعد عشرين سنوات كل مرة يتكرر بان نجد مشكلة نهائية مش مشكلة فقط الرمال ولا مشكلة حائط الاسناد مشكلة عميق لان الواد يجد من اماكن بعيدة ويكون لحل جدري كان عمل جواري رفقة المواطنين يعني اللي جمع بعض المعلومات وكذلك تقصي الحقائق تمت يعني العمل جواري قمنا به في المساء واللجنة راح تقوم بعملها لمدة ثلاثة أيام بالإضافة إلى مباشرة مكتب الدراسات بالعمل التقني تاعه في الميدان اللي ان شاء الله الدراسة راح تأخذ حيز من المدة يعني زمانية موحدة هذا وان شاء الله تخرج دراسة تقنية جد وبحتها وتكون عندها يعني انباكت كبير لقضاء نهائيا على مسك الفيضان بعين السفراء وتبقى جهود الدولة متواصلة لإيجاد حلول استعجالية تنهي مشكلة الفيضانات بمدينة عين السفراء